السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وانا كنت اصغر منه سنا وصبح الله العظيم كنت ذكر كنت دي من كنت ديه نجيبه وهو كنت تنوع عليه الوليدات كل واحد يكون معه ولد درب اصدقاء ولكن واحد الوقت هو ويا السقفية انا قال لي كنت اديني المدرسة يقول يقرأ لي الكتب يجب لي كتاب وكنقرأ عليه وانا اصغر منه بشي اربع سنوات ثم واحد الوقت يقول لي اديني الحمام كانت بشي معه الحمام من البلدي مرة يبغي جري مرة يبغي جري معه كل مرة وحنر عيت عيت قلت لانا تشيط كتر عليا بزاف ديني جيبني وكان في الولدك شي اتوغدغول كانوا مجموعة دي الاصدقاء ولد الحي كل وقت يقدم الخدمة وانا كل مرة كتر عليا وحنر مسكين جي في الصباح الباكر جاي بخلى ولد الحمام كلهم وجي قاصد دارنك يدق علي في الباب وننطل من الشرجم باليا وننقل الاخدي الله يغفر لي يا رب قلت لي قولي له رهما كينش رهما كينش اختيقت لي رهما كينش هو يرجع مسكين رجع هذك الليلة وانا نشوف في المنام واحد الرؤية شفت بانني انا غادي في الظلام هو هاز وحد الاناء دي النور وغادي به هو كي قودني هو اللي غادي بيه هو اللي كي ضوي عليها اشتدك المشهد ثم وانا نشوف غادي بيه المكة المكرمة غادي بيه المكة المكرمة ويطوف بيه حول الكعبة المشرفة انا دا كان عندي تقريبا حولي تسع او عشر سنوات يطوف بيه حول الكعبة المشرفة وريحت العود والاضواء كان الليل والمكة المكرمة فها اضواء تتلألأ وريحت العود والناس لبسي للإحرام هو غادي بيه وانا ما عارفش نمشي ولكي سوق بيه شفت هاد الرؤية استيقضت صباحا واقسمت على نفسي انني من خليش هاد مراجل عندي انا نمشي لعنده وليت كل الصباح كان فيق كان مشي نضق عليه الباب يقول لي فلان فين غادي اليوم شنو البرنامج ديالك خاصك شي خدمة وسبحان الله العظيم قد تتكرر عليه هاد الرؤية تتكرر تتكرر بانه يطوف بيه حول الكعبة المشرفة وشاءت قدرة الله تعالى وسبحان الله لما توظفت في احدى الادارات اعطوني رئيس لجنة الحج ولم اذهب الى الحج لم اذهب الى الحج لم اذهب راما كنت رئيس لجنة الحج على مستوى جهة الضال البيضاء الكبرى سنين طويلة لم اذهب ولما مبقيتش فيها ربك اردق لي من يحيدك منه انا اعطيك الحج فاعطني قدرة على الحج طول العمر طول العمر بامر الله تعالى سنين طويلة وبقى تذكر الرؤية المنامية كان ملكي سونش يحدك يقول لي كيف اجدرتي لها كان يقول لي والله ما بدلت لا اسباب ولا مسببات ولا قدمت طلبا لجهة لجهة معينة ولا التبست مساعدة من احد هكذا جلس فقط في صباح القيت لقيت الورقة من الدية والابواب مفتوحة ولعلها من بركة ذلك الشاب المكفوف يطوفوا بي حول الكعبة المشرفة والمدينة المنورة فكن قل احباب الكرام اي واحد شفته مكفوف او عنده اعاقة حركية او ضعيف اخذتي بيدو عندك الضم بانك تقدم لي انت المساعدة راهو اللي يقدم ليك المساعدة الم يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم انما تنصرون بضعفائكم وانما ترزقون بفقرائكم الابغت النصر تكون منصور كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة دائما اهتم بالضعافة الضعافة قدم لي يد المساعدة خوض بالخاطر ديالهم جبر الخاطر ديالهم وربيعك النصر بهم تنصر الابغت الرزق انما ترزقون بفقرائكم فين ببلك شو وعد فقير او محتاج اقدم لي المساعدة ما كانش عندك المساعدة قول لي كلمة طيبة قول معروف خير من صداقة اتبعه وآدى كلمة طيبة تقولها له بامر الله تعالى فهنيئا لمن تزوج بمكفوف او مكفوفة لكن انت تتقوده في الدنيا هو سيقودك في الاخرة الى الجنة يقودك الى جنة عرضها السماوات والارض والدنيا قصيرة فيلم قصير سرعان ما سوف يولي ويدبر وادقى نفسك امام جنة عرضها السماوات والارض في الحياة الابدية فطوبة لكل من قدم الاحسان او المساعدة للضعفاء والمساكين وهنيئة للاخت الكبيرة الله يكملك الرجاء الله يسعدك ويفرحك ويجعل سيدي عزيز يدخل عليك اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم يا رب ارزقهم رزقا حسنا اللهم ارزقهم التبات والنبات والدرية طيبة صبيان وبنات وجميع الاخوات المكفوفات كان اعرفهم واحد المجموعة كبيرة منهم الاخت الوازناء والاخت حنان والاخت اميناء واحد المجموعة كبيرة للأسماء مدني الديهم الحنة اللهم يا رب اختر لهم ازواج صالحين اللهم اختر لهم ولد الناس طيبين اللهم اسعد قلوبهم يا رب في هذه الدنيا القصيرة اسعد قلوبهم وارزقهم ازواج وارزقهم ذرية وارزقهم هناء وسعادة والشباب اللي هم مكفوفين نطلب الله تعالى يفتح لكم باب الرزق الله يجب لكم الرزق الوفير والخير الكثير والباركة والتسير واللي عنده الشغارات في قلبه وضامره ونفسه ربي اعلم به اسأل الله تعالى ان يبارك في الجميع بباركة النبي الشفيع قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر شكرا بنشر المزيد ان شاء الله